نشط مفصلة للأنباء والبداية مع العنوين وفي كل لحظة يجب أن نتوقع أن يكون هناك استهداف لأي قائد في حركة الجهاد أن الخلا يؤكد للميادين أن المسهب عناصر الجهاد سيرد عليه بقصف فوري لتل أبيب احتجاجات في المغرب رفضا لزيارة وزير الأمن الإسرائيلي والأخير يوقع مذكرة تفاهم عسكرية مع الرباط وأخرى لتبادل المعلومات وثائقي الميادين رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت يضع الحقيقة برسم من يبحث عنها بالوقائع والدلائل والوثائق وينسف السيناريوات والاتهامات السياسية طهران تنفيذ دعاءات المنهمة بشأن اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها سلاط بإيران وتقول انها تهدف الى التغطية على مشاكلها الداخلية والخارجية غرق سبعة وعشرين مهاجرا في بحر المانش ولندن تعلن عن اتفاق مع باريس لمكافحة عمليات العبور الممت أصيب تسعة وثمانون شخصا خلال تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي بئر يوب في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة كما اعتقلت الشاب منصور محمود عند مدخل بلدة العيسوية بعد تفتيشه واقتدته الى معتقل المسكبية في القدس المحتلة قال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة للميادين انه لا يستبعد اغتيال او استهداف قادة وعناصر من الحركة واكد ان الرد سيكون بقصف تل آبيب فورا بالتأكيد نحن لا نستبعد ولا نأمن جانب العدو وهذه معركة مفتوحة بيننا وبين العدو وفي كل لحظة يجب ان نتوقع ان يكون هناك استهداف لأي قائد في حركة الجهاد ان كان على المستوى السياسي في الجانب السياسي او المستوى القادة العسكريين لكن انا سبق قلت انه اي استهداف لأي قائد في حركة الجهاد او اي عنصر في حركة الجهاد سيكون الرد عليه مباشر بقصف تل آبيب مباشرة انخال اكدان المقاومة تصنع الطائرات المسيرة داخل قطاع غزة وانها رممت قدراتها العسكرية بعد معركة سيف القدس بالتصنيع المستمر ما فقدناه في هذه الحرب قد تم تعويضه وبالعكس ايضا تم تعزيز ما هو موجود المسيرات هي موجودة في ورشات التصنيع في قطاع غزة وسبق ممكن الميادين عرضت احد العمليات التي استهدفت احد الاليات الاسرائيلية وبالتالي المسيرات موجودة ورشات عملها ايضا موجودة والخبرة موجودة لذلك الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي يكد ان اسرائيل عجزت عن ترويض غزة بالحرب ولذلك تريد حالة استرخاء في القطاع وتحدث عن اغراءات تقدم الى غزة بهدف تحييدها عن المقاومة اخوة في القاهرة اسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيك هذه التسهيلات التي اعطيت لمصر لتقديمها والتي اعطيت لحماس هي محاولة تفكيك قنبلة غزة وخلق حالة استرخاء للمقاومة وتحييد قطاع غزة من اي مواجهة مع الشعب الفلسطيني لاحقا على اعتبار انه الاسرائيل يجرب هذه الحرب اربع حروب وبين الحروب حروب فيها صيحة الفجر ومعركة تشرين ومعارك متعددة قامت فيها حركة الجهاد على وجه الخصوف وبالتالي يبدو ان اسرائيل يأست من قطاع غزة بترويضها بالحرب الان ترويض غزة هو محاولة تقديم تسهيلات اقتصادية لتحييد غزة عن اي معركة قادمة وفي جديد اوضاع الاسيرين في سجون الاحتلال هشام بوهواش المضرب عن الطعام منذ مئة ويوم واحد والاسير لأي الاشقر المضرب منذ ثمانية واربعين يوما فقد افدى اعلام الاسرة بنقل الاسير الاشقر من عزل سجن الجلمة الى مستشفى سجن الرملا حيث يعاني من وضع صحي صعب وكان نادي الاسير حذر من الوضع الصحي للاسير الاشقر واشار الان محكمة الاحتلال قررت ارجاء جلسة الاسئناف التي كانت مقررة يوم امس عدة ايام منعت شرطة المغربية وقفة ضعت اليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رفضا لزيارة وزير الامن الاسرائيلي بني جانس ولكل اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال الشرطة فرقت المحتجين امام البرلمان بعدما رفعوا رايات فلسطين وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للتطبيع وعد الحاضرون في الوقفة زيارة وصمت عار على جبين النظام المغربي وخيان هاجينة لدماء شهداء من ابناء الشعب الفلسطيني وكان وزير الامن الاسرائيلي وصل ليلة امس الاول الى المغرب في زيارة هي الاولى من نوعها بعد ثلاثة اشهر على اعلان الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين الى سفارتين ووقع وزير الامن الاسرائيلي مع وزير الدفاع المغربي عبداللطيف الذي مذكرة تفاهم عسكرية واخرى لتبادل المعلومات وقد اكد جانس عقب اللقاء ان الاتفاقية التي جرى توقيعها هي في اطار التعاون الامني في جميع النواحي وشدد على وجوب السمرار العلاقات بين الجناحين لقد وقعنا الان اتفاقية اطار مع المغرب للتعاون الدفاعي في جميع المجالات انه شيء مفيد للغاية سيمكننا من تبادل الافكار والدخول في مشاريع مشتركة ومن فتح الباب للصدرات الاسرائيلية الى المغرب اعتقد انه يجب توثيق العلاقة بين المغرب واسرائيل وتطويرها وتوسيعها وانا سعيد بالمشاركة في ذلك رئيس الدائرة السياسية الامنية في وزارة الامن الاسرائيلية زهار بالت اكد ان الاتفاق الامنية الذي جرى توقيعه سيسمح بسياسة مشتركة في المناورات والمعلومات وعلى خط موازن تفقد وزير الامن الاسرائي بني جانس لواء المغليين في القوات المغربية المسلحة بمرافقة نظيره المغربي ووزير الخارجية وبحضور القائد العام للقوات المسلحة المغربية ورؤساء الاجهزة الامنية والاستخبارية حملة ضد فيسبوك اطلقها ناشطون فلسطينيون تحت وسم فيسبوك يحجب القدس بعدما حجب الموقع الاف التغريدات الفلسطينية بعد عملية القدس الفدائية منذ يومين في المقابل ترك الموقع الاف الصفحات الاسرائيلية التي تحرض على الفلسطينيين تقرير نسرين سلمي فيسبوك يحجب القدس فيسبوك يحجب القدس واسم لحملة اطلقها نشطاء فلسطينيون لدى موقع فيسبوك الذي يعمل مجددا على محاربة المحتوى الفلسطيني من خلال حجب مواقع صحفية فلسطينية ومنشورات تتحدث عن اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين والقدس كفلسطينيين نواجه اشكالية واضحة ان مفرداتنا بالكاد نستطيع ان نذكرها على هذه المنصة وهناك ملاحقة مقصودة لكل من يكتب ولكل من ينشر حتى مجرد خبر عبر الشبكة الاجتماعية بالتالي نضغط من خلال هذه الحملة لتغيير سياسات فيسبوك في ملاحقة المحتوى الفلسطيني هذه السياسات التي تبقي على المحتوى الاسرائيلي التحريضي الذي يحرض على قتل الفلسطيني باستمرار الحملة تقرر ان تنطلق مساء الاربعاء ردا على سياسة فيسبوك ولسيما بعد عملية القدس الفدائية النشطاء اكدوا بان ما يقدم عليه فيسبوك خطر ويستهدف تغييب الرواية الفلسطينية من خلال تطوير الموقع خوارزميات تحذف طلقائيا اي منشور يحتوي على اسماء فصائل المقاومة او الشهداء او يصور انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين الادوات اللي بييدنا هي انه احنا من خلال فيسبوك يحاربهم يعني فعليا فيسبوك بيحارب المحتوى الفلسطيني فالفلسطينيين رح يتوجهوا لفيسبوك انه احنا فيسبوك يحجب القدس يحجب اخبار القدس واخبار فلسطين ونحن من خلال فيسبوك سنثبت ان فلسطين موجودة على السوشال ميديا وستبقى الحملة التي يخطط لها النشطاء الفلسطينيون ستستمر الى حين وقف انحياز الموقع لصالح اسرائيل واستجابته المباشرة لمطالبة تل ابيب حجب المحتوى الفلسطيني وكان الموقع قد حجب خلال عام واحد 350 صفحة فلسطينية في حين ابقى على الاف الصفحات الاسرائيلية التي تحرض على الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي اهمية يدركها الفلسطينيون لذلك فانهم يحاربون من اجل ان تبقى قصتهم موجودة على تلك المواقع نصر سلمي رحم الله الميادين فاصل قصير نتبع بعده النشر من جديد اهلنا بكم ندد حزب الله بقرار سلطات الاسرائيلية تصديف الحزب منظمة ارهابية وقال في بيان ان هذا القرار هو انصيع ذليل للاملاءات الامريكية وصهيونية وشدد على انه لن يؤثر على موقف الحزب وحقه طبعي في المقاومة ودعم حركات المقاومة كما لن يؤثر على معنويات الشعب اللبناني ولا على معنويات الاحرار في العالم وثأقي الميادين رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت وضع الحقيقة برسم من يبحث عنها من اهالي شهداء الانفجار الى القضاء والقضاط ودعمها بوقائع ودلائل ووثائق نسفت كل سيناريوات القضائية الحالية والاتهامات السياسية عبدالله شمس الدين ومع كل التسريبات الاستنسبية والمنازلات والاجتهادات الدستورية باتت الرواية كاملة موثقة ومن دون اسرار بيد المحقق والقضاء هي الخلاصة والعلها رسالة التي أراد وثائقي رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت تقديمها من لحظة الانفجار الى الانهيار حقيقة باتت الآن برسم من يبحث عنها حقا لا من يريدها مطية بأهداف سياسية حقيقة باتت الآن برسم عائلات الشهداء الذين يريدون معرفة حقيقة ما حصل ومن هو المسؤول عن استشهاد أبنائهم باتت الآن برسم التحقيق والمحققين برسم القضاء والقضاء ما سردته قناة الميادين في هذا الوثائقي من وقائع ودلائل ووثائق ومعطيات على مدى يومين رسم خريطة طريق واضحة المعالم لكن السؤال يبقى هل يرتفع المعنيون بهذا الملف إلى الحقيقة بعيدا عن التسييس وهل ستأخذ سلطاته المعنية قضائية كانت أم سياسية أم أمنية ما عرضته الميادين وألا يخش أن يكون هناك من يريد تصفية حسابات داخلية وخارجية تحت رماد المرفأ بعدما أسقطت سردية الحقائق بالدلائل والمستندات حرب الروايات والمزايدات كيف سيتصرف هؤلاء هل سيعمد القضاء إلى الإفراج عن التحقيق الفني أم أنه سيواصل التلطي تحت عنوان سرية التحقيق كثيرة هي الأسئلة التي ستوجه إلى القضاء بعد اليوم لعل أولها هل ستبقى الاستنسابية هي المعتمدة لديه في الاتهام والإدعاء والمساءلة أم سنرى أسلوبا مغايرا في التعاطي مع قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت وكيف سيتم التعاطي مع الضغوط السياسية الخارجية والداخلية المرتبطة بهذا الملف هل ستنكفئ في ظل ما ظهر من وقائع أم أنها ستزداد لتنكشف معها الأهداف الخفية لكل ما ظهر سابقا من سيناريوهات قضائية وروايات أمنية واتهامات سياسية جاءت رواية الحقيقة لتنسفها جميعها يعد انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وما رفقه من ارتفاع في تكاليف النقل والمحروقات وغيرها من بين الأسباب الرئيسية في عدم قدرة موظفي المؤسسات الرسمية على أداء واجباتهم تقرير محمد الساحلي أزمة جديدة يواجهها المواطن اللبناني تتمثل في تقاعس الموظفين الحكوميين عن الالتحاق بمراكز أعمالهم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع قدراتهم الشرائية ما ينعكس سلبا على معاملات المواطنين ويزيد من سختهم وعلى الذين يعيشون أزمات متلاحقة اقتصادية وحياتية ومعيشية وسياسية وغيرها 90% من راتب الموظف العمومي سواء بالإدارات العامة أو المؤسسات العامة فقدت إمتها هذه واحدة اثنين فيما يتعلق بمجرد الانتقال إلى الوظيفة هذه كمان غير ممكنة الجزء الثالث في شيء كثير أساسي بأنه الخدمات التي كانت تقدمها مؤسسات الدولة كتعاونية الموظفين الدولة والضمان الاجتماعي وباقي الطبابات على أنواعها وسندق التعادد لم تعد تؤمنها لهول الموظفين لم تعد أيام العمل في بعض الدوائر الرسمية إلى طبيعتها بعد معاملات ورقية تتكدس في المكاتب وصفوف المواطنين في الممرات والمرافق تتزايد أما الازدحام أمام نوافذ من تيسر من الموظفين أصبح مشهدا مألوفا أي خطوة يقدم علي الموظف بها الأيام يعني هي عن حق لأنه معاشه صار أنجأ بيؤدي بنزيناته كلفة انتظار المواطنين هنا بعد أيام التعطيل أصبحت كبيرة كما أن كلفة النقل والمحروقات للوصول إلى العمل وضعت الموظف أيضا في الضائقة نفسها المواطن عندما بدي يدفع وما في حتى شو بيعمل نعلم لتمنى أن يعطي الموظفين حول لحتى اللي يجوه ويبشي الشغل مثل الصلاة وعن نبي يعني المواطن مثلا بدل المعاملة تاكل معه نهار سرع بيجي شهرين ثلاثة بدل يجي ليشوف أي نهار بدون يفتحه اتساع رقعة إضرابات الموظفين في القطاع العام تجعل من خزينة الدولة اللبنانية الخاسرة الأول في بلد في أمس الحاجة إليها من أجل النهوط الهبوط المستمر في سعر صرف العملة اللبنانية وضع المواطنة في مواجهة أخيه المواطن مواطن موظف لم يعد راتبه يكفي لتأدية واجبه ومواطن مأزوم لا يحصل على خدماته والعاجز الأكبر هو الدولة محمد الساحل بيروت الميادين قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إيران تقود قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذري على مراقبة نشاطها النووي وأكدت في الوقت ذاته ثقتها بالتوصل لتفاهم مع تهران بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي عبر المفاوضات التي تستنف الأسبوع المقبل عبرت الدول الثلاث في بيان مشترك عن قلقها العميق من أن إيران على مدى أكثر من عامين وصلت تصعيدها النووي المنهجي وقامت بتحديث قدراتها النووية بشكل دائم لا رجعت فيه قال قائد القيادة الوصف الجيش الأمريكي الجنرال كينث مكينزي إن قواته جاهز لأي خيار عسكري إذا فشلت المحادثات النووية وفي حديث إلى مجالة تايم أشار مكينزي لأن الرئيس الأمريكي أوضح أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية وأضاف أن هذه المرة قريبة جدا رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة على بيان وزارة الداخلية البحرينية ونفى أي مزاعم حول اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلاط بإيران خطيب زادة قال أن هذه الإدعاءات تطلق بالتزامن مع مؤتمر المنامة الذي تحول إلى منبر لمهاجمة إيران وهي تدل على عدم إدراك السلطات البحرينية تجاه أحداث المنطقة كما أكد أنه ليس بمقدور البحرين التغضي على مشاكلها الداخلية والخارجية من خلال إطلاق تهم كهذه في الإمارات التقى نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون السياسية علي باقري كني المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرغاش بحضور وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شهين المره وفي تغريدة له على هامش زيارته للإمارات تكد باقري كني أنه جرى خلال لقاء الاتفاق على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات وكالة أباء الإمارات كانت أشارت إلى أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين والعمل لتحقيق المزيد من الاستقار والازدهار في المنطقة أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية عن اتفاق مع باريس على تعزيز التعاون لمكافحة ما وصفته بعمليات العبور المميطة عبر بحر المانتش وذلك بعد مقتل 27 مهاجراً إثر غرق قارب كانوا على متنه في القناة الإنجليزية وزير الداخلية الفرنسي جرالد دارمانين تحدث عن مأساة سقوط عدد كبير من القتلى وافقاً لسلطات الفرنسية فإن من بين القتل طفلة وخمس نساء إحدى هنا حامل في العراق أقدم متظاهر سليمانية على حرق مقرّي الحزب الديموقراطي الكردستاني والتغيير في سيد صادق في السليمانية في أقليم كردستان وذلك في إطار الاحتجاجات الطالبية المستمرة على تجاهل السلطات لمطالبهم وقد استخدمت القوى الأمنية القنابلة المسيلة للدموع والقنابلة الصوتية لتفريق المحتجين ما أدى إلى حالات اختناق ويحتاج الطلاب على عدم تلبية مطالبهم بزيادة المخصصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة وعلى سوء الخدمات في أبنية سكان الجامعة إلى تركيا حيث يواصل ولي عهد الإمارات محمد بن زايد زيارته الأولى من نوعها منذ عشر سنوات وقد استقبله الرئيس التركي رجب طايب أردوغان في قصر الرئاسة في العاصمة أنقرة لتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين وأفاد الإعلام التركي بإبرامي مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين التركي والإماراتي هذا وقد أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمار في تركيا فيما جرى الاتفاق على زيارة سيقوم بها وزير الخارجية مولود شاوش أغلو لأبوظة بالشهر المقبل فكان ولي عهد الإمارات وصل إلى أنقرة حيث أقيم له استقبال رسمي تقدمه الرئيس التركي في جديد الملف الليبي سبعدت مفوضية الانتخابات 25 من أصل 98 مرشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من كانون الأول ديسمبر تصدرهم سيف الإسلام القذافي ونشرت المفوضية على موقعها الرسمي قوائم المرشحين الأولية التي ورد فيها قبول ترشح خليفة حفتر وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تذكير بالعنوي وفي كل لحظة يجب أن نتوقع أن يكون هناك استهداف لأي قائد في حركة الجهاد أن الخال يؤكد للميادين أن المسى بعناصر الجهاد سيرد عليه بقصف فوري لتل أبيب أحتجاجات في المغرب رفضا لزيارة وزير الأمن الإسرائيلي والأخير يوقع مذكرة تفاهم عسكرية مع رباط وأخرى لتبادل المعلومات وثائقي الميادين رواية الحقيقة انفجار مرفأ بيروت يضع الحقيقة برسم من يبحث عنها بالوقائع والدلائل والوثائق وينسف السيناريوات والاتهامات السياسية طهران تنفيذ دعاءات المنامة بشأن اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلاط بإيران وتقول إنها تهدف إلى التغطية على مشاكلها الداخلية والخارجية غرقوا 27 مهاجرا في بحر المانش ولندن تعلن عن اتفاق مع باريس لمكافحة عمليات العبور المميتة للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين باللغات العربية والانجليزية والاسفالية إلى اللقاء